يقول السائل تعيش ابنة أخت اليتيمة معنا في البيت ونقوم بصرف المرتب الخاص بها والذي تعطيه لها الدولة فليجوز لنا صرفه على البيت علما بأننا فقراء الله جل وعلا يقول ويسألونك عن اليتامة وليصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم فيجوز أن تخلطوا طعام اليتيم مع طعامكم وتأكلون جميعا أما أنكم تأخذون مال اليتيم وتأكلونه هذا لا يجوز إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا لكن تأخذون قدم حاجة اليتيم وتخلطونها مع طعامكم وتأكلون جميعا نعم